هناك صورة جماعية بتعبر عن حجم هذه القمة ونجاح هذه القمة أستطيع أن أختزل كل هذه الإجراءات في صورة معبرة عن من حضروا إلى هذه القمة وشاركوا في هذه القمة وتفاعلوا مع هذه القمة وأؤكد أيضاً أنه ليس من حضر فقط ومن تفاعل هناك فاعلون متفاعلون لكن لم يحضروا الظروف كانت مبررة والتبرير كان متفاهم سواء كان فيه انتخابات عند البعض مشاكل دخلية عند البعض حروب عند البعض تفهمنا هذا ومن جاء أو من جاءوا وصلوا إلى رقم غير مسبوك في أي فعالية هي القمة قمة المناخ رقم 27 26 قمة سابقة أخرهم قمة جلاتسكو في بريطانيا وأهمهم قمة باريس اللي طلع عنها اتفاقية باريس المناخ كل القمم السابقة 26 ربما تم نسخها وتم النظر إلى قمة شرم الشيخ على أنها القمة الأكبر والأضخم والأهم أيضا كل القمم السابقة كانت بمثابة قمما للوعود والوعود البراقة ومزيد من الوعود ومزيد من الوعود البراقة لكن قمة شرم الشيخ تم إطلاق اسم أو مصطلح أو شعار قمة التنفيذ قمة للتنفيذ وليس التنفيذ قمة لتنفيذ الوعود لسنا في حاجة إلى مزيد من الوعود القمة المصرية للمناخ أطلق عليها أيضا قمة إنقاذ الكوكب قمة إنقاذ العالم الصورة اللي قدام حضراتكم صورة يعني أتصور أنها معبرة عن حجم النجاح الموجود البعض بيقول دي لقطة لكنها لقطة بتعبر عما قبلها وعما بعدها أسباب هذه الصورة وهذه اللقطة إنه كان فيه قبلها دعوات وتنظيم واستقبال وترتيب ومفاوضات واتصالات حتى وصلت الزعماء بعد وصول الزعماء في البداية والتقاط هذه الصورة التذكرية بدأت ورش العمل بدأت اللقاءات بدأت الفعاليات لهذه الصورة ما قبلها من إجراءات ونجاحات ولها ما بعدها من إجراءات ومن نجاحات أعبر عن امتناني للمنظمين وأعبر عن امتناني للدولة المصرية والحكومة المصرية وفوقهم الرئيس المصري أعبر عن شعوري بالفخر والإعجاب لهذا المستوى الرائع من التنظيم أكدنا أنه بإمكاناتنا أن ننظم أكبر فعالية في العالم هذه ليست مبالغة وليس تقعيراً وإنما هو رسم جزء من صورة حقيقية رأيتموها بأعينكم وسمعتم كل تفاصيلها عبر وسائل الإعلام